وتكلمنا عن نوعين من الناس بتعاملوا مع المصائب ومع الأحداث الجسيمة وازاي هم بيشوفوا حكمة ربنا الناس بيقولوا إنا لمدركون مش شايفين الحكمة وشايفين الأحداث بمصائبها تهلكهم وتضيعهم وناس تاني شايفين الحكمة الربانية ومتيقنين ومسكين باليقين وبيقولوا إنا معي يا ربي سيهدين يعني إيه سيهدين؟ أن الله يعلم وبيده القدرة ويستطيع أنه هو يعجد لي مخرجا حتى لو كان البحر أمامي مليء بالموت ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته سيخرجنا من هذا وعشان كده ييجي بقى هنا كلام سيد بن عطاء الله السكندري وبيقول قاعدة عتفرح المحبين والمقبلين على الله بسلام الافتقار شوفوا ما في قمة السلام بيحصل إيه؟ يقول سيد بن عطاء الله السكندري الفاقات يعني المصائب والشدائد الفاقات أعياد المريدين يعني إيه أعياد المريدين؟ يعني الإنسان صاحب اليقين وصاحب اليقين من السلام سلام الحكمة الربانية يفرح عندما يأتيه المصائب يعني يكون ساكناً قلبه لا يحزن ليه طيب؟ لأنه سبحانه وتعالى سيكون معه فويفرح إن ربنا سيتجلى عليه بجبر خاطره والتودد إليه وجبر الكسر اللي يحصل له من أي مصيبة أياً كانت حتى الشوكة يشاكها الله سبحانه وتعالى يغفر بها ذنباً أو يرفع بها درجة وهنا تبدأ رحلة الفهم الصحيح عن الله من أن الفاقات أعياد المريدين اللي بيحسوا إن الدنيا وإن كان فيها هذه المعاني الصعبة إلا أنها يمكن أن تكون جنة تكون جنة إمتى؟ لما تعلم إن الله سبحانه وتعالى معك وأن كل هذا إنما هو تربية فنحن هنا في مدرسة المولى سبحانه وتعالى فالمصائب اللي تحدث سيكون فيها جبر من الله والله على الدوام لطيف بعباده وإن هذه الأشياء المصائب التي تحدث لا علاقة لها بالانتقام ولكن علاقتها الحقيقي بتربية الله وترقية الله لنا يبقى الفقد اللي احنا بنفقده الخسارة اللي بنخسرها الوجع اللي احنا بنجده حتى غدر الناس اللي لو حصل لك غدر من الناس فهو له حكمة الحكمة بتاعته هو أن تتيقن أنك لا تحتاج إلى أحد لأنك حياتك تدار بحكمة الأحد حياتك تدار بحكمة الله سبحانه وتعالى وعشان كده علينا إن احنا نعرف إن الله يتجلى علينا في كل الأوقات وخاصة في أوقات المصائب والشدائد أكثر من غيرها فما زلنا أحياء حتى أوقات المصائب فهو الله سبحانه وتعالى الذي يحفظنا فهذه المسائل تتنوع وتزيد حجم المصيبة يتنوع الفقد يكتر الفقد يتتالى والمصائب تتتالى كل هذا لكي نتعلم الدرس ترجمة نانسي قنقر